كلمة كاقطيع دي أنا سبتها بس الروح كونسي تفكرني بيها كاقطيع ليه يعني ايه كطيع لأن مش خروف شارد مش خروف ضال زي المسأل خروف الضال اللي شارد عن القطيع وضال وولز على الجبال لكن الخدام بتوع كلهم قطيع قطيع يعني مع بعض يعني لزقين في بعض يعني ماشيين مع بعض متكتفين مع بعض متفقين مع بعض بوحدانية الروح برباط الصلح الكامل متفقين متفقين في وحدانية في الخدمة وحدانية في الاتجاه وحدانية في العقيدة وحدانية في الإيمان الصحيح المستقيم ما فيوش أي عوجة عن الحراق مش كل واحد ولا كل خادم يطلع له بفكر جديد ويتمسك به ويدافع عنه وتنقسم الكنيسة تحذبات وشلالية ومجموعات وأفكار جديدة منقسمة مش متفقة ما فيش انسجام ما فيش اتفاق زي ما كده أم أزد بيقول هو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كطيب الكائن مع الرأس كطيب الكائن معا معا كطيعة كطيعة متقالف متجانس متفق ما فيش حد بيشرد اللي بيشرد ده اسم الخروف الضال يبقى ضل الطريق ضل عن المجموعة ضل عن إيمان الكنيسة الحقيقي اللي تورسناها عن أباءنا وأجدادنا ضل وبتمسك باللي بيقوله كمان بكل أسف ده شيء غريب جدا يا عم تخلي عندك جوة التواضع وتخليك ماشي زي ما أباءك اللي سبقوك ماشيين أنت عايز تعمل نفسك أبو العريف يعني أنت اللي جاي بالديب بندله على رأي المسأل خليك عندك شوة التواضع وامشي بإتضاع عالب في العقيدة اللي استلمتها وفي الإيمان اللي أنت استلمته اللي مفوش غش ولا عديم الغش كما قال الكتاب لكن بكل أسف الشرام بيقدر يضحك على أقول ناس كتيرة من الخدام والخدمات أنهم يضلوا الطريق لكن نشكر ربنا أن السواد الأعظم من الخدام والخدمات السواد الأعظم من الأباء الكهنة كل مغظمهم متمسك بالإيمان رزوكسي المستقيم ويدافع عنه كل إصرار ومعندوش أي استعداد يساوم على هذا الإيمان المستقيم الارزوكسي اللي تسلهم من أباء والإيديسين من مرمو رؤوس حتى الآن يا أحبائي وإلى نهاية الزمان وعلى فكرة الكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليها يا مقامها راتقة ومبتدعين ومضلين وحاولوا يقسموا الكنيسة هم اللي انفصلوا فصلوا نفسهم عن الكنيسة والكنيسة الزوكسية اللي بتقابل ذات سابتة راسخة رسوخ الجبال الشامخة جدا ولن تهتز حتى نهاية الزمان مهما حاول الشيطان أنه هو يقسمها أو يفرقها أو يغير فكرها مش هيحصل أبدا أبواب الجحيم لن تقوى عليها كمان من رب يسوه الله المد تبدأ الكنيسة الزوكسية الطاهرة كالشمس الناصعة البيض في إيمانها وفي أعقائتها وإيمانياتها اللي استرمتها من أباء الإدسين أسنانك قطيع مش حادش بتفرق عن التاني مش كل خادم في سكة ليه سكة كل خادم ليه فكر كل أب كهن ليه اتجاه ليه ما نبقاش كنا متفقين متفقين بمحبة حقيقية كمثل الرسل كما قال الكتاب متفقين بمحبة حقيقية كمثل الرسل دي ما نبقاش كده هي عزبة أبونا بنتقسم فيها أنا اللي بولوس وأنا اللي أبلوس ما يصحش يكون كده فينا أسنانك قطيع قطيع الجزائز الصادرين قطيع متجانس مع بعضه مترس مع بعضه متفق مع بعضه بوحدانية القلب بوحدانية الروح يا رب يا ربي يخلي كنيستنا على طول كده على طول قطيع واحد على طول روح واحدة على طول محبة حقيقية إيمان واحد لا ينفصل بوراها أبدا ثابت وراسك الجبال ما يبقاش فيه أي مسمى من أي حد أو انحراف من أي حد ما يبقاش فيه فينا خروف ضال يضل الطريق ويبقى عن ينحرف عن إيمان الكنيسة وعن القطيع كله ترجمة نانسي قنقر